اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معا لفرض ضرائب على أثر الأثرياء أو الأفراد ذوي الثروات الكبيرة للغاية لكن دون أن تتوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي وذلك وفقا لإعلان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية دول مجموعة في ريو دي جانيرو واقترحت البرازيل فرض ضريبة بالحد الأدنى بنسبة 2% على المليارديرات وذكرت البرازيل أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار يمكن استخدامها لمواجهة الجوع والصراعات والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ ورغم أن الإعلان النهائي لم يتوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة عالمية محددة إلا أن وزير المالية البرازيلية اعتبره خطوة كبيرة نحو الأمام